كي يبدأ الفيلم نابل بنت باتي و أخوها توني و كانوا يجريوا بشيء و ينقضوا العالم دخلوا لأحد القلعة و خدموا أجهزة متطورة بشيء الحارس للقلعة من يدخلوا و شفوا بوابة في الجهة الأخرى و خاصهم ضروري يوصلوا لها خدموا المغناطيس الذي في صبابتهم بشيء يقدروا يتمشوا في السقف بلما يشوفوهم الحراس و فعلا قدروا يدوز و وصلوا للبوابة دخلوا و تملقوا الجهاز الذي فيه الكود لنهاية العالم أريد أن يخسروا لن يتطلق و لكن لم يكن أعرف كلمة السر خطوة تلفت كثيرا و الحراس عليهم يقربوا لهم هربوا و دخلوا للسنسور و الأرض و تفتحوا و طاحوا فيها دابان رجعوا قبل نهار واحد من هذا الشيء نرى أن توني لا يسرق طابلته قبل أن يدخل عليه أبا تانجو جاء عنده أبا و ألقىها قلص قال له ماذا يدير فجاوبوا كان تعلم اللعبة سحرية جديدة من بعد نرى خطوباتي قال سمع أمها نورا في الكوزينة و شدت طابلته لها أبا قال له يكمنع عليك الطابلته و الألعب فوق المدرسة فجاوباته رجعا نقلب على الكعينة البحرية على حساب المشروع في المدرسة من بعد خلاوهم و دخلوا الواحد لبيت سيري و هنا كان عارفوا أن تانجو و نورا جواس في شي مونطامة تانجو خدم بي سي دياله و اطلق منه الكود لنهاية العالم وهو الذي اختاره و بيه يقدروا يتحكم في أي جهاز أي مونطامة في العالم نورا قلت له رجال وقت لكي نقول الأولادنا على خدمتنا الحقيقية خرجوا لعندهم فالقوطوني يحاول يرجع الطابلته و الذي يسرق و قال له عندك سيمانة العقوبة و لا ستأخذ فيها الطابلته من بعد خرجوهم للترونسبور المدرسة و هم يركبوا بلغة الخدمة ثم قاعدت لهم ايفلين المسؤول في المنطامة الذي يعمل فيها و قالوا بأنه حد اختارت الغرفة البيانات المنطامة و أخذوا صوت غياء يتصرف و هم يمشوا صوت غياء تماما و أريد أن يدخلوا بلا كارت ولكن لم يعمل لهم هنا طانجو يعمل الكود لنهاية العالم الذي اختارها و يقدر يختار به الباب و يدخلوا من ينطلهم و أجلوا جواسيس يدخلوا في البيانات أرمهت عليهم نورا قنبولة للطخان و يدخلوا بجوش كي يتقاتلوا معهم حتى غلبوهم كاملين من بعد دخل طانجو يتأكد من البيانات و أجلوا مازال مهزوا له قليلا يخرج لهم روبوت و بدأ يضرب فيهم و هم لم يقدروا عليه في الأخير روبوت سرق المقنة منه الطانجو الذي فيها الكود و هرب موراها طانجو قال نورا هذه غير خطة لها كي يأخذ الكود منه و طم منها بأن الكود لم يكن قاع في المقنة الذي سرق الروبوت و دعا نذهب عن طوني في المدراسة هو يشارك في اللعبة الكارتة و الأستاذ قال لهم الذي يربح سيأخذ نسخة فابور لعبة هاي سكور طوني يقدم الحركة السحرية التي تعلم و قدر يربح بها جاء الأستاذ عنده و قال له يكتب له الإيميل له كي يصفت له اللعبة من بعد طوني عود للدراري على اللعبة والذي يصبح بها اسمه راي و في اللعبة اسمه المالك و قدر يصبح بها اللعبة بالذكاء الاصطناعي نمشي و دابا عند الروبوت الذي اخذ المقنة و اجلبها الراي و هو الذي اخطط هذا كله الروبوت قال لهم لا يمكنك الوصل للكود بهذه المقنة راي كان عارفه ما سيصل الوالي بالمقنة و لكن قال له و الطانجو يربح اللعبة ديالي و بيهو كي يوصلوا للكود في الليل خرجوا الخوز بجوج من بيتهم و اخططوا اللعبة بالأخبار والديهم في هذا الوقت كانت نورا و طانجو في بيت سريهم و يهضروا مع ايفلين نورا طلبت من طانجو كي يمسح الكود في خطرة حيث العدل الذين يتعاملون معهد كثيرا و يقدر يوصل له هو قال لها بالذي لا يمكنك يمسحه حيث هو ينقضون العالم و يجعلونه يطور هي قلت له اهد شي بالصح و لكن إذا كان الكود فيه شي حد خيب سيكون سهل عليه كي يضمر العالم أولادهم دخلوا اللعبة و منهم وصلوا للكلمات السر باتي قلت لخوها من الأحسن لا يدخلوها حيث يقدر شي حد يختارق النظام الأمني ديالهم توني مهتم شقاع بهذا شي و خلي اللعبة تأخذ الكود من يدخلوها بدوك يختاروا الشخصيات اللي غدا يلعبوا بيها و عجبهم ذلك شي بزاف أما نورا مازال محاربة مع رجلها بشتقنع و يمسحها و لكن هو مبغاش حيث هذا الكود كيت تعتبر أفضل اختياره يوصل له و لكن هي كانت مقررت يدع لي هذا المشكل خضراته و غير نأس خضط البصمة سبعه و دخلت البيسي دياله من ان كانت تتمسح قدرة يسرق الكود من اللعبة التي يلعبوا الدراري دابا و حتى وصلت نورا للمرحلة الآخرة و لكن مشاليها كل شي و تسبلونطة البيسي فيدها و حتى الشاشة اللعبة خسرات الدراري و هم خرجوا كي يجريوا البيتهم و تخبعوا هنا فق تانغو و جهازهم تختارق لغدله فقوا الدراري و من انها بطلقوا التلفازة دارهم فيها اللعبة هاي سكور و تانغو لم يكن يدهم الشاشة في خطرة توني بدأ يلعب فيها و غير ربح في اللعبات في ساحات التلفازة و رأيته في الأخبار أن العالم تصبح على شيئ ما يفهمه في خطرة و هل يريد أن يدير شيئا في حياته و كيف مكانت خاصة يلعب اللعبة و يربح فيها يعني الأجهزة ديال العالم كلها تختارقات و لو الناس خاصة يلعبوا هذه اللعبة لو يريدوا تليفوناتهم و كارتهم يخدموا هنا نورا و تانغو عرفوا بشيء حتى تسرق الكود و اربطوا باللعبة دياله و قدروا يختارق بها الأجهزة يعني هم دابة و لو في خطر و هذا كله ما زال ما عرفوا رأي أولادهم السبب هنا تدع لهم الباب ديال الدار و جوحت الشخصيات من اللعبة هجموا عليهم هربوا منهم و مشات باطي بشيء يجعل بي تسري قدرها تفتحوا حيات لعبات اللعبة في القفل و ربحات من اندخلوا لقوا شخصيات أخرين جايين هاجمين عليهم نورا قلت لأولادها لم تتصدموا حيات ستشوفوا شيء ما عمركم رأيتها فتحت واحد الباب سير رفل حيط و دخلوا منه الدراري ثم وصلوا لتحت الأرض فلقا و طنوبيلات متطورة قلت لهم هم يركبوا بجوج في هذا الطنوبيل و هي قدرهم للمخبأ الكبير لهم و أعطت الباطي سنسلة فيها جهاز الجي بي اس هنا دخلوا عليهم هذه الشخصيات و بقوا يتضربوا مع تانغو و نورا الدراري اخذتهم الطنوبيل و هربوا بها بقوا غادي في الشارع و عاووا تلقوا بشخصيات أخرين تبعوهم و قدروا يتحكموا في النظام الطنوبيل ولكن طوني تصرف في آخر لحظة و رجع التحكم اليداوي من بعد وصلوا الواحد لبوحيرة و تمشوا فوق قنترة صغيرة و غير حطر جليهم فوق واحد الحجرة هبطت بهم المخبأ المتطور لتحت الأرض كيف دخلوا و طلعت رسالة مسجلة من أمهم كتقول لهم بالليهما جواسيس في منظمة سرية كتحارب الأشرار فخلاتهم مصدومين ثم بدأ المخبأ يوريهم المميزاته فالرسالة قالت لهم بأن هذا المخبأ مطور و يداروا فيه التداريب الخاصة بالناس المنطامة دخل طوني في واحد المربع مرسوم في الأرض فتفتح هذا المربع و طاح و هنا تبعات أخته القوراسون في البلاصة التدريب الذي فيها يفشد زمل الفخاخ و كل شيء يمكن أن يقع لأي جاسوس أما نورا و طانغو نرى محبوسين في البلاصة قليلا تفتح لهم ذلك شيء على يدهم و تحلت لهم الباب والقوراسون قدام راي داخل اللعبة لهم قالوا لي همنين ركوصل لها التطور كله في التكنولوجيا لماذا تجعل الناس تلعب اللعبة لك بالزز قال لهم أنا مطور للألعاب و لكن يريد أن نحكم الناس و تكون السلطة في يدي و هذا الشيء سيعاون فيها ذلك الكود لهم و لكن المشكلة اللي يلقى أن الكود فيه جوجة الأجزاء و جابهم اللهناء على حساب الجزء الثاني و لكنهم لم يريدونه ليه هو قال لهم ماذا نبلكون في تحدي يتبارزون فيه بالسيوف إذا ربحوه يطلقهم و إذا ربحوه يعطيوه الجزء الثاني بدأوا المبارزة و كان رأي مسيطر و قدر يغلب طانجو من بعد طلعت نورة لعب معه و من كانوا يضربوا قص نسلا دياله و خدم جهاز الجيب بأس اللي يعطيها لبنتها و هنا فهم أن الجزء الثاني كان مع أولادهم أولادهم قال سندبه في المخبأ و يكتشفوا الأجهزة التي فيه طوني يلقى جهاز يصمم اللباس فتخليه و أخته و قدوا بصر رأسهم أما باتي لقيت أجهزة أخرين منهم لعبة الإيموجيات من بعد قلسوا كي يأكلوا و ثم أطلع عندهم روبوت صغير باتي عجبها كثيرا و اسمته بروسون و هنا دخلوا عليهم شيرجال و أريد أن يأخذوهم دراري هربوا منهم و أحد منهم قدرت طوني يضخع عليه و طيحوا من هذا المربع و نزل للتدريب أما باتي فقدرت إيموجي جيعان في اللعبة و رمتها على ثلاثة منهم و غير قررت أحدهم جاءهم الجوع بثاف و مشوكي يأكلوا بلا ما يعيقوا من بعد قدرت روبوت برونسون يفتح لهم باب سري بشي هربوا و لكن لقوا إيفلين في وجههم و عرفهم براسه و قال لهم بذلك يعمل مع نورا و طانجو في المنطامة و شدهم و داهم في نفس الوقت نرى روبوتات و شخصيات لعبة راي حادينهم و رأيتهم حتى الدراري حيث عرفوا بلاسهم من جيب باس للقاراة عند نورا الخوط وصلوا لمقر المنطامة و رأيت طيارة تخدم حتى فلمة و عجباتهم بثاف إيفلين قال لهم بللي الجهاز الأمني دي المنطامة لم يقوم بللي 12 ساعة هذه و لم يقدرون أن يصلوا الوالديهم في كائنين و جاءوا من هنا يلعبوا في اللعبة هاي سكور و يربحوا لكي يتفتح للنظام و فعلا الدراري يلعبوا و قدروا يربحوا و تفتح الجهاز الأمني من بعد بطي تفكرت بللي ما قالت لها هذا المخبأ في شيء مهم بثاف خرجت من جيبها الروبوت برونسون و سهولاته و فعلا جاوبها و خرجت لي الجزء الثاني دي الكود من عنده هنا إيفلين قال لهم بللي راي لم يحصلوا لي وصلوا لهذا الجزء حيث بيه باش يتحكم في المنظامات كاملين و دابا خصوهم يوصلوا ليه قبل ما يوصل لهم و يلقى الجزء الثاني توني قال لهم أنا كنعرف الشخصية دي المالك مزيان و دخل مورا هاجبت ليهم تقرير على راي باتي خرجت السنسلة من عمقها و قلت له بللي فيها جيب بي اس يقدروا يلقوا به بلاست والديهم و حتى البلاست ديال راي و فعلا شاهدوا الجهاز و قدروا يعرفوا بلاست أمهم و قال رجاله يجدوا باش يمشيوا في هذه اللحظة الشخصية دي اللعبة هجمت على المقر راح يتبعوهم دخل الروبوت الكبير و خذال كود من عند إيفلين و هربو قدر الروبوت الصغير برونسون يتبعهم و الخود شاهدوا فين غاديين فمشاول هذه الطيارة ديال ما باش يتبعوهم و لكن الشخصيات اغتصوا تحت البحيرة توني فكر بشي طيروا و يمشيوا للقلعة و يعتقبهم و هم الأولين مراها وصلوا للقلعة و بدأوا يقلبوا عليهم في هذا الوقت كانت نورا و تانجو محبوسين و كتقول له خاصهم يخرجوا من هنا بأي طريقة لكي يعتقوا أولادهم هنا تانجو اعترف ليها باللمشي هو الذي يكمل الجزء الثاني من الكود و لكن يلقىه في بي سي والده من اندخل المكتب دياله و قدر توني يكمل تصميم الكود و لكن لم يكن يعرف هذا الشيء الذي يصمم فيه هو كود نهاية العالم يعني هو يقدر يوصل للخوارزميات التي لم يقدر تانجو يوصل لها و هنا صدمورا يمنى انصدقه و الذي يهدر معه ماشينورا الذي كان غير متنكر في الهيئة ديالها و قال له صافرة قدرت نوصل للجزء الثاني من عند أولادكم و زاد قال لهم ذهبا لم يكن الذي يوقف الخطة ديالي و غير مشاجعة باتي و توني خدمات باتي القوة التي في صباتها و قدرت تفتح الباب على أمها وبها و هنا سمعوا جهاز الإنظار كي يقول بالذي من هنا ستدقائك ستطلق الكود باتي خدمات دماغها و قالت لهم راني عارفة الخريطة القلعة و عارفة البلاسة في انكين الجهاز التحكم الكود و هي وخوها الوحيدين الذين سيقدروا يوصلوا له بما يشوفهم الحراس و فعلا مشاهدوا بالصباب تفسقفتها وصلوا للبيت و طلعوا في السنسور اللي هبطهم الغرفة التحكم و قالت توني و غير شاف تصميم قال الختوب اللي هو اللي يصممها تشفرة و بما انه يعرف كيفية سمات سيعرف كيفية عكسها بدأك يحاول عكسها و في عاطمة يخسرها جمع الأجزاء بجوج و هكا خدمات الشفرة هنا جاء عندهم راي و قال لهم كنشكركم حيث سهلتوا عليا الخدمة و جاءوا الشخصيات الاخرين مع نورا و طانجو راي قال لهم بلينتو من اللي كنتوا حربتوا لأب ديالي وقتلتوه و دابا سرق منهم الشفرنتي قاما نلباه و في نفس الوقت يحكم العالم كيف مما بغى من بعد اخذها الشخصيات ديالي ومشا باتي و أخوها طلبوا السمحة من وليديهم حيث هم السبب في هذا الشي أمهم فرحات بالشجاعة ديالهم و ملمتهم على والو باتي قلت ليهم ره ما زال كينا طريقة باش نوقفوا بها راي بما ان هذا الشي كله يطبقوا غير في العالم الافتراضي في اللعبة دياله يعني في إمكانهم يدخلوا لهذه اللعبة حتى هما و يحاربوه في العالم دياله و فعلا يركبوه في الكراسي ديال العالم الافتراضي و يدخلوا وسط اللعبة بشخصيات جيدة تحمي العالم بدأوا يتحاربوا مع الشخصيات الأخرين توني يتحارب مع راي و باتي تزادت القوة لهم تتحارب مع الروبوت الكبير و فش كانت عليهم تخسره طاحته و بقت مع القف الجرف جاء الروبوت وقف فوق الحجرة و باتي وخه كانت يطيح قلت للروبوت ينزل من فوق الحجرة ولا يطيح حتى هو و فعلا غير تقل على الحجرة طاح ولكن جاء تانجو في آخر لحده وعتقهم بجوج الروبوت منين تعتق عجباته الشخصيات باتي حتى تحضرتهم للخطر و قرر يكون صديقهم في اللعبة و ليس عادو أما توني مازال محارب مع راي و كان علي أن توني يخسر ولكن في آخر لحظة اربح بالضربة الأسطورية و قلب الطابلة على راي و قدر يغلبه و قال له في عوض ما يستغل اللعبة و يدمر بها العالم من الأحسن يخدمها في الخير و يعاون الناس تحسن سلوك ديالها هكذا سيبقى الاختراعات ديال و ديال بها عايشين في العقول ديال الناس ديما راي اقتنع بالهدرة ديال طوني و أعطاه التجديل للمالك هنا تفتح الكود و لم يبقى حد في خطر خرجوا من اللعبة و راي شكر طوني حيث توراه طريق الخير في اللعبة دياله ولكن جاءت المنظمة و جاء ايفلين و شدوا راي باتيق ترحات عليه يخليه في اللعبة دياله و ثم سيعاون الناس كتروا و كتر ايفلين قبل بالفكرة ديالهم و دخلوه اللعبة و اقترح على الدناري ينضموا ليهم و يخدموا في المنظمة كعائلة مجموعين و امور 6 شهور كنشوف العائلة في المخبأ اللي يتحدرهم عيط عليهم ايفلين و قال لهم بليرا ينجح في المهمة اللي اعطاوه و الناس اللي كتلعب تحسن سلوك ديالهم و هم ذاك الساعة فرحوا بزاف حتحقوا العدالة و عطقوا العالم من الخطر و هنا تسألة الفيلم ديالنا انتمنى الملخص يكون عجبكم و لا تنساوش تفرجوا في الملخصات الفيتا و ديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجاية تلاو و انتلاقوه في الفيديو الجاي